اهلا بكم من جديد اعلنت شركة البحرين للمقاصة بان نحو 79% من الشركات المدرجة في البورصة قد قامت بتحويل الاسهم الورقية الى القيد الالكتروني واداعها في نظام الاداع المركزي التابعي لشركة البحرين للمقاصة ودعت الشركة حامل شهادات الاسهم الورقية الى مراجعتها بهدف تحديث بياناتهم الشخصية مما سيسهم في تسهيل حصولهم على الارباح المحققة لهم في السنوات السابقة حيث تحتفظ الشركات المساهمة بالارباح غير المستلمة واشاد الشيخ خليفة بن ابراهيم الخليفة نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة بالشركات التي استجابت لمبادرة البورصة وجهودها لتحويل شهادات الاسهم الورقية الى القيد الالكتروني مما يفتح المجال واسعا للمستثمرين للاستفادة من العديد من المزايا التي توفرها القيود الالكترونية ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى 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 نتابع النشرة مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات اليوم ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.1% بإقفال عند مستوى 1535 نقطة حيث شهيدت التدولات اليوم صعودة مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبع وستين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليون وتسعة آلاف دينار تم تنفيذها من خلال تسع وستين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين اليوم في تداول على سم قطاع الصناعة أما بنسبة إلى غلاقات بقية البورصات الخليجية ومشاهدين فقد حققت معظمها مكاسب بشكل عام اليوم مع صعود الأسواق العالمية وذلك بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي أقفلت به ارتفاع بنسبة 0.32% بإقفال عند مستوى تسعة آلاف وثلاث وسبعين نقطة محقيقة أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين بسبب التوقعات الإيجابية لأسهم قطاع البنوك التجارية مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت كذلك على ارتفاع بنسبة قارب نصف النقطة مئوية بإقفال عند مستوى ستة آلاف وسبعمائة وست وخمسين نقطة وذلك إثر تراجع السهم قطاع السلع السهلكية بشكل رئيسي ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية التي أقفلت بإرتفاع بنسبة 0.07% بإقفال عند مستوى خمسة آلاف وسبعين نقطة بدعم من صعود السهم قيادية في قطاع البنوك لتقترب البورصة بذلك من أعلى مستوياته خلال شهرين أما سوق دبي المالي فقد أقفل على ارتفاع بنسبة 0.45% لتقفل عند مستوى 2722 نقطة مدفوعة بتقدم قطاع السلع وأيضا الخدمات أخيرا مشاهدين سوق مسقط الأوراق المالية أقفلت بتراجع بنسبة 0.74% لتقفل عند مستوى 3757 نقطة وذلك على الرغم من مكاسب أرباح قطاع البنوك في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمة السحوبات النقدية في السعودية في شهر مايو الماضي أكثر من 72 مليار ريال مسجلة أعلى مستوى منذ شهر يونيو عام 2016 جاء ذلك تزامنا مع نمو النقد المتداول خارج المصارف إلى أعلى مستوى شهري في 27 عاما وبالتحديد منذ عام 1993 حيث ارتفع النقد المتداول خارج المصارف خلال شهر مايو عام 2019 الجاري بنحو 11 مليار ريال كأعلى نمو من حيث القيمة منذ شهر يونيو عام 2017 ارتفعت نسبة المستخدمين للقنوات المصرفية الرقمية في الإمارات إلى 90% في حين وصلت نسبة السكان الذين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي إلى 100% وذلك في مؤشر على مدى التطور الذي شهدته عملية أتمتة القطاع المصرفي ووفقا لوكلة أنباء الإمارات أظهرت الدراسات المتخصصة التي أعدتها العديد من الجهات الرسمية ومن ضمنها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن ثمت نسبة عالية من سكان الإمارات يستخدمون الهواتف المحمولة في المعاملات المصرفية ومنهم أن يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للحصول على المنتجات التي تقدمها البنوك للعملاء أشهدت وكلة بلومبرغ للأنباء بأحدث البيانات الاقتصادية الواردة من مصر بشأن معدل التضخم ولفتت إلى أن مصر بدأت تجني ثمار تعويم عملتها وترجع معدل التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا في شهر يونيو إلى مدونة 10% للمرة الأولى منذ عام 2016 عندما أعلنت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة وكان التضخم قد ارتفع إلى 33% بعد تعويم الجنيه المصري بأداف التخفيف من أزمة نقص العملات الأجنبية وذكرت بلومبرغ أنه رغم أن القرار كان مؤلما للمصريين فقد حول مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل روسيا والهند تتفقان على اعتماد عملتها الوطنية بدل من الدولار في صفقات أسلحة تقدر بالمليارات يلتقي وزراء مالية من دول مجموعة السبع يومي الأربعاء والخميس قرب باريس وسط توتر فرنسي أمريكي حول مسألة فرض ضرائب على شركات الانترنت الكبرى بالإضافة إلى بحث مشروع فيسبوك لإطلاق عملته الافتراضية وأوضح مصدر فرنسي أن الهدف الرسمي للاجتماع الذي يعقده وزراء المال تحت عنوان جعل الرأس مالية أكثر عدالة وفتح الطريق بين الدول السبع الأقوى اقتصاديا في العالم في تجاه الحد من التباين وتحقيق العدالة الضريبية أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أن القيود التي فرضتها اليابان على صدرات التقنية المتقدمة إلى كوريا الجنوبية ستناقش رسميا في منظمة التجارة العالمية في جنيف فيما تضاءلت فرص وجود أي خطط أمريكية لوساطة بين البلدين الحالفين لواشنطن وقالت الوزارة أن القضية تم إدراجها بوصفها بند رسميا في جدول أعمال المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية وأشرت إلى أن سيول ستعمل على تعزيز فهم أعضاء المنظمة الآخرين للقضية وكسب دعمهم ونتابع الآن أبرز مشارات الأسواق العالمية وسعر النفط المعادن الرئيسية أفدت وكلة بلومبرغ بأن روسيا والهند اتفقتا على اعتماد عملتيهما الوطنية بدل من الدولار الأمريكي في صفقات أسلحة تقدر بالمليارات لتجنب المخاطر الناشئة عن العقوبات الأمريكية وبالتالي فإن الهند ستتمكن بفضل هذا الترتيب من سداد الدفعة الأولى من ثمن سفينتين حربيتين تبنيها روسيا للهند في حين قال مسؤول في موسكو إن عقود الدفع سيتم تنفيذها بالروبل والروبيا وذلك بمجب اتفاق توصلت ليه البنوك المركزية من البلدين